مرحبا كيفكم؟ فيديو اليوم رح نتعرف فيه على سبب خروج يارا بهذا المقطع انا كيارا قررت اني اطلع من فريق نور مار ورح نتعرف فيه على شخصيتها اكتر واكتر فاذا كنتم حابين تعرفوا خليكم معنا لاخر الفيديو وكمان حطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل جديد بنزله على قناتي ويلا نبلش تابعنا خلال هذا الاسبوع المشاكل اللي صارت بفريق نور مار واللي كان من ضمنها قرار خروج يارا مار من الفريق وهالخبر كان صادم للجمهور لانه اجا بدون اي مقدمات وحصل بشكل مفاجئ وشفنا يارا لما طلعت بستوري على حسابها بالانستجرام واللي ما بتنشر عليه اساسا من زمان كتير وحكت في الستوري انها قررت تطلع من فريق نور مار انا كيارا قررت اني اطلع من فريق نور مار وحكت فيه كمان انه حسابها بالانستجرام كان فريق نور مار ما ياخده منها وهو اللي بتحكم فيه ومسيطر عليه وما بسمحي لها تفوته او تنشر عليه اي شي اليوم رجع لي حسابي الانستجرام اللي صلت زمان كتير مأخوض مني من قبل الفريق وتكلمت يارا في البث المباشر اللي طلعت فيه قبل كم يوم انها ما بتقدر تفوت على قناتها باليوتيوب بسبب انه الفريق هو اللي بتحكم بالقناة وحكت انها رح تفتح قناة جديدة على اليوتيوب وحكت بلش بقناتها الجديدة من الصفر وان شاء الله حافتح قناة يوتيوب جديدة بعد كم يوم وطلت علينا يارا في برنامج ليفستيج وحكت خلالي المقابلة انه محمد اخو نور مار هو اللي بتحكم بقنوات الفريق وانه قراري النهاي بخصوص اي فكرة في اي قناة من قنوات اعضاء الفريق كان عندي محمد طبعا القنواتنا محمد كان نسؤول عنه كنا نعرض عليه الافكار وهو يقل وحكت انه العلاقات الشخصية بين اعضاء الفريق كانت تصير بدون علم نور لانه نور ما كان بيسمح انه تصير علاقات شخصية بين اعضاء الفريق وحسب كلام يارا كانت تلتيق مع امر مار بالسر تجي تنام عندي وروح نام عندها بس هذاك طبعا كله كان ينعمل بالسر صراحة وحكت يارا انه نور كان بيعمل هيك لانه ما بده مشاكل ولانه بيفكر انه لما تزيد العلاقات الشخصية بين اعضاء فريقه رح يتفقوا عليه ويحربوا كفريق نور مار بيخاف انه اذا اجتمعنا انا وامر نعمل لهم مشاكل وصرحت يارا بشي مهم جدا خلال المقابلة وقالت انه وصلت لمرحلة في الفريق كانت تصور فيها الفيديوهات غصبا عنها وما كانت رادية عنها وكان نور بيجبرها على التصوير رغم انها معترضة على الفكرة اخر فترة في بعض الافكار ما كنت موافقة عليها وحكت انها باخر فترة صار بينها وبين نور سوء تفاهم على شغلات ما بدها تعملها واجبرها الفريق انه تعملها واتكلمت يارا انها كانت متضايقة من فيديو الحروف اللي تسطحت فيها على الارض وقالت انه ما بيصبط بنتي محجبة تعمل هيك شي وحكت انها ما كانت عارفة فكرة الفيديو وما ادرت تعترض في لحظتها لانها كانت خايفة انه نور والفريق يزعلوا منها كانت فكرة كتير غلط اني انا تسطح على الارض وحكت يارا انها كانت بتتمنى لو كانت بتعمل فيديوهات هادفة اكتر لانه الجمهور اللي عند نور هو جمهور ما دون سنة 18 سنة يعني معظمهم من الاطفال وصرحت يارا انه المشاكل زادت في الفريق من بعد ما طلع ايما صراحة هاي القصص بلشت تصير هيك من وقت ما طلع ايما وزادت الشكوك والزنون وصارت الحساسية كتير كبيرة بين اعضاء الفريق دائما شكوك ببعض وعدم السيقة ببعض وبهيك صار واضح لنا انه سبب خروج يارا من الفريق هو اسلوب نور اللي كان بتعامل فيه مع اعضاء فريقه واللي كان فيه نوع من السيطرة والتحكم باعضاء الفريق وهادي السيطرة ما وقفت علاقات قناة اليوتيوب الخاصة بكل عضو من اعضاء الفريق بالعكس السيطرة امتدت وزادت وصارت تشمل منع اعضاء الفريق من انهم يعملوا علاقات شخصية بين بعض حتى ما يتفقوا عليه وبالنسبة للويتيوب بصراحة هذا حق لنور خاصة انه الفضل بيرجع له في شهرة اعضاء الفريق اما بالنسبة لحساباته في الانستجرام فازون كان واضح انه نور كان ماخد لحسابات وشفنا كيف لما قدرت يارا وامر يجعوا حساباتهم طلعوا من الفريق بسرعة وكأنه في شي كادم عليهم وكانوا بيستنوا يستعيدوا حساباتهم لحتى يتحرروا من اللي هم فيه وفي نهاية الفيديو ما تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وكمان ما تنسوا تتابعوني على الانستجرام الرابط بتلقواه بصندوق الوصف وبأول تعليق مع السلامة